صراع على هامش التركة السياسية المنهارة لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام جوهر هذه التركة وعمودها بات إرثا سائبا يتنازعه نافذ هذه المرحلة في وقت لا تزال المواجهات على أشدها مع العدو المشترك الحوثيين مصادر صحفية أفادت بأن قيادات مؤتمرية بارزة فيما يسمى المجلس السياسي وحكومة الإنقلاب الواقعة رهن الإقامة الجبرية بصنعاء تتعرض حاليا لضغوط من جانب ميليشيا الحوثي بهدف عقد اجتماع لأعضاء اللجنة العامة المتواجدين في صنعاء لإبقاء الحزب هو الآخر رهن سطوة الميليشيا ونفوذها ضغوط قالت هذه المصادر إن الميليشيا تمارسها أيضا على رئيس مجلس النواب وأحد أبرز القيادات المؤتمرية يحي الراعي لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب الذي لا يزال المؤتمر يحتفظ بأغلبية أعضائه لكن ما تبدو أنها نزعة استحواذ من جانب الحوثيين على تركة صالح تأخذ شكل صراع جدي بين أجنحة هذا الحزب التي يتوزع ولاؤها بينما كان يعرف لدى صالح بدول العدوان من جهة وبين السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس حكومته الدكتور أحمد عبد بن داغر من جهة أخرى فقد حذر رئيس الوزراء بن داغر المؤتمرين بأنهم سيرتكبون خطأ كبيرا انقابلوا بتقسيم المؤتمر بعد أن وحدتهما أسماه انتفاضة صالح الذي التحمت مواقفه مع الشرعية ومع التحالف مع عبد الرب منصر هادي ومع السعودية وكل دول التحالف وتوجه بن داغر في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بسؤال للجناح القيادي المرتبط بترتيبات التحالف قائلا لهم هل منكم من يستطيع أن يقول لصالح غدا لم نرضى بوحدة مؤتمرية لأن فيها عبد الرب منصر الذي يقاتل قاتليك سؤال برسم القلق لكن ليس من القيادات المؤتمرية الذاهبة خلف طموحاتها السياسية بل من الطرف الذي يغريها ويحركها ويمتلك في الوقت نفسه كل مفاتيح القوى والنفوذ في اليمن على نحو قد لا تجدي معه تحذيرات بن داغر من أن تقسيم المؤتمر خطوة أخرى نحو المجهول